إيه الحكاية؟ إيه المنصب ده؟ وإنت بتعمل إيه أصلاً في الكاف؟ بص الموضوع ببساطة تايتل بتاعي في الكاف أو اسمه مدير التطوير الإبداعي حلو بالإنجليس Creative Development Manager حلو أنا جزء من الـ Division أو الإدارة بتاعت التسويق اللي بينزل تحتها الماركتنج والبراننج براننج ده بقى اللي هو بينطبق والتسويق بتاعت أي بقى بطولة شكلها عامل إزاي؟ شكلها في الملاعب؟ شكلها في الشوارع؟ كل الكلام ده اللي هو جهات سوى للحاجات الألوان اللي هنختارها وتفاصيل جديرة بالضبط أنا بقى المسؤول بقى بشتغل على قصة اختيار بقى الألوان اختيار للجهات برسم ساعات احنا بنعملوا كل ده جوا الكاف لأن قبل كده الطريق اللي كان بشتغل بها الكاف كانت مختلفة شوية في العهد الجديد أو في العشر الجديد بتاع الكاف إن احنا بنوا تيم داخل بقى بقى فيه استثمار في الموضوع الماركتنج والبراننج وبقى فيه تيم داخلي فيه منه فيك حد فيه ناس مصرين كمان غيري فيه جواه مركزين بقى عن موضوع ده إن احنا الحاجات دي احنا محتاجين نطور الكاف محتاجين غير شرك لصورة الكاف محتاجين نواكب العصر اللي بيحصل صح التغيرات اللي حصلت في ظل بقى اللي احنا فيه في عصر الانترنت والتكنولوجي وكل الكلام ده فيه تنافس بقى كل واحد إزاي يتلعب شكله صرح أحسن صح والكاف يعني حاس ان هو ده الوقت الصح أو ده ممكن وقتها كمان خطوة متأخرة شوية بس التطيير ده كان مهم ازاي نحاس من شكل بطولاتنا ومن شكل يعني زي ما قلون الكورت الكادران دي منتج المنتج بيطلع ازاي بالظبط الصورة بتبع عاملة ازاي بالظبط الاول انت روحت الكاف ازاي يعني الناس قولك تعالى يا جونيمي عايزين نزبط الدنيا دي كنت بتاهمل ايه وروحت الكاف ازاي بس أنا اصلا جاي من انا الاول ندارس عن ده انا ماليش عاقة خالص بالموضوع بس انا عندي هواية من زمان موضوع الرسم حلو فقررت ان انا اخد كارير بتاع الجرافيك ديزاين ان انا بقى مصمم الجرافيك بشكل احترافي يمكن من عشر سنين او اكتر تقليل حلو اشتغلت بشركات كتير كانت منهم واحدة من الشركات دي فيهم شركة مصرية الشركة دي كانت من الشركة كانت مسؤولة عن ادارة السوشيال ميديا للكاف في كاس امم افريكا في 2019 وده كان اول احتكاك مع الكاف حلو جدا من بعدها الكاف قرر يكلمني اللي هو عاوزينك تبقى معنا وقد كان وقد كان الحمد لله انا بتاع بتاع تفاصيل انا عايفي احنا نتكلم في الشغل الوقت يقول الحاجات دي بس محب الانسانيات دي اوي اللحظة اللي كلموك في الكاف اقول لك احنا عايزينك تجي تشتغل في الكاف بس اقول عن التطوير الابداعي لا دي قصة تاني قصة تاني بص الموضوع بدأ بدأ على مراحل اشتغلت فترة مع الكاف السنة الاولية دي كان زي كونسولتنت او انا بس عايدا بشرف على العملات كلها الابداعية والتصاميم والحاجات دي بشكل الاول سنة كاني معاقد حر او فريلانسر اه اذا فريلانسر اه بالضبط هو بالطريقة كاني يعني بجرب او مرحلة اللي هو احنا ايه بنتعرف مع بعض دي كانت البداية دي مع كاس امو افريكا كاميرو الواحد وعشرين دي كانت البداية اللي هو بشكل رسمي بشتغل مع الكاف اللي هو التحديل البطولة دي بوقتها كان لسه الهواني ما هي نفس اللوجو القديم اللي هو بالنجمة اللي بنحركها بس كانت الانطلاق ان احنا عاشتغلنا اشتغلت على كرة رسمية للبطولة دي كانت اول كرة ليا في حياة اشتغلها تصميم كرة فدي كانت نقلة بالنسبالي بتعمل انت تصميم الكرة الكرة الرسمية اه مختلفين اللي هو النهائي بتاع دور الابطال كان الاهلي والوداد ده 22 اه 22 22 وعملت الكرة دي برضى بتاع النهائي ده الله هم خمس كور بالزبط حلو مع شركتين مختلفين حلو ايه حكاية السوبر بقى الكاس بتاع السوبر الأفريق الكاس بتاع سوبر والزبالك احنا كلنا اتفاجئنا وكلنا انبهارنا الحمدل وكلنا انبسطنا حمدل بعدين ايه حلوة الحكاية بتاعت الكاس يعني اللي هو ايه احنا اخيرا نشوفنا بص يعني بصوا شكل الكاس قديم يا جماعة عامل ازاي اوه زكريات يعني اعرى عم الديب يعني اوه زكريات بس بصوا الكاس التاني بقى الجديد ده عامل ازاي شكله حلوة حلاوة ده من احلى الكؤوس اللي انا شفتها في قارة افريقيا عموما سواءك في دول او في القارة كاس حلو شيك يعني ولسه في كؤوس كمان جاي احسن والله احكي لي بقى حكاية الكاس ده ايه بص هو الكاس القديم ده ده قعد تقريبا من 2004 ل2024 عشرين سنة والكاس اللي قابل هو كان الزبالك والقالي برضو كان الـ 4 وتسعيل كان برضو قعد حوالي ايه لعشر سنين او عشرين سنة احنا حسنا يعني في كده استراتيجيا في الكاف اللي زي ما قلتلك بدأت من هم ما تكرروا يعينوني ان احنا محتاجين نغير الصورة بتاعة البطولاتنا والناس شايفينا ازاي دي بقى يعني شوية جزء منها سعبي بتغيير الهوي بس وساعات بنختار بقى شوف البطولات اللي محتاجة تتطور كان منها السوبر كاس السوبر القديم زي ما احنا شايفينه يعني يمكن في 2004 ده كان الموضة مسلا وقتها كان طفرة فطبعا دلوقتي حالا باللي احنا في التواكب اللي احنا فيه ما ينفعش خلص فإحنا كده الفكرة ان احنا عاوزين نحافز على شكل الكاسي اللي دي بس بطابع مدرن اكتر شكله بسيط اكتر الفكرة في الكاس ده طبعا فيه زي ما احنا شايفين الخريطة بتاعة أفركيا المميزة جدا موجودة في النص الست خطوط دي بيتمثل احنا دلوقتي حالا عندنا فرقتين بينفسوا في الكمفادرالية وفرقتين بينفسوا في دور الابطال في فرقة واحدة هتوصل بالكمفادرالية او فرقة توصل ان دور الابطال يوصل للسوبر في فرقتين هينفسوا بالسوبر فإحنا لو شفنا الخطوط هيكلها مش نفس الطول لحد الفريق الفائز هو الخط الطويل ده اللي هو السوبر فايدي الفكرة ببسيطة من الكاس انت اللي عملت الفكرة الفكرة اه بالضبط هي الشغل اللي احنا نعمل تغيير الكاس دي في الكاف دي بيدم عليها تحت إدارتين إدارة لاجنة المسابقات وإدارة التسويق او الماركتينج وبراند احنا المشتغل عليهم سوا مع كده في شركة بتنفذ اللي انتو فكرتوا فيه ده بالضبط الجزء الكرياتف دي المراحلة وإحنا بنرسم الليجوهات ونوصل للشكل اللي هيا بص انا عجبني الروح التيم الكلام بروح تيم بالضبط بس انت اللي رسمته صح دول انا رسمه ايو ما يعني سهمنا انا حتى جدك حقك بس فرحين من الاول سوا عشان هو احنا فيه تيم الكلام مختلف من انت بتعمله ده اه احنا بنشتغل كتيم بس في واحد بيرسم على قلي صح فانت رسمت انا اللي رسمت فانت الرسم الكلام دوت لحد ما وصلتنا للكاس صح جات لك منين بقى فكرة ست خطوط دي يعني بص انت شرحتها بس احنا شرحتها اه هي دي عم يعني زي ما انا قلتلك دي كان تيم وورك فالموضوع كان فينا كشات كتير ومين هنوصل لإيه في طبعا ننصخ كتير كمان من الكاس ما طلعتش بس الفكرة كلنا عاوزين نحافز على الكاس القديم اه يطلع بيل شكل اللي هو البسيط الجديد طريقة الالوان طريقة حتى لونه هو السلفر ولون الدهبي يكون بيلمع ويكون الموضوع شكل بودن وبسيط وحتى لما نطلع اللوجو يكون اللوجو اللي هو بيسموه المونوجرام اللوجو سهل وبسيط ولا حفزت شكل كاس خلاص ايبص اللوجو هو ده الكاس الله فهي دي فكرة انها عايزين الموضوع يعني يشد العين فهم يكون من الأول بالضبط احساسك ايه عادة دي مبرابن اهلي وزمالك اصلا يعني صح فكذا كده اهلي وزمالك ده هيخد الاهتمام كله لوحده حاش هيفكر في حاجة تانية صح بس الناس كلها بتتكلم عالكاس الحمد بالله انت كنت حاس بايه يعني يقول لي والله يعني لا لا ده احساس تاني احساس تاني اه احساس تاني وبعدين الحاجات دي بتحطها كده اللي هو حاجات تاريخية اللي هو بعد عشر و عشرين سنة هنبدأ نقول من ناس تتكلم عالكاس فانا كنت جزء من ده زي حمد نتكلم من دلوقتي اه من دلوقتي نحن ستنين عشر و عشرين سنة عدينا بس عشر ايه كده كده بنقول الراجل العبكار اللي عمل الكاس دوت من مصر يعني من بلدنا يعني ايه تاني هنشوفه جديد الفترة الجاية كل تاريان بطوات الكافة نسو الله كلها اه دولة ابطال افريقيا مسلا اه في الخطة بص احنا بنختار التوقيت المناسب اه يعني داره الابطال في الخطة الكون فررية في الخطة كاس امو افريقيا اللي جاي في المغرب بيطلع برضو بشكل مميز تماما ملوش عقب كاس امو افريقيا في كوتيفوار ان كل بطولة تطلع بص احنا عندنا نعيم البطولات عندنا نوع البطولات الامم اللي بتاعت المنتخبات وبطولات الاندية بطولات الامم هتختلف هوية البطولة بنائنا على كل بلد مستضيف فاحنا لو في كوتيفوار هنطلع بالالوان وشكل اللوجو بيمسل كوتيفوار في المغرب هي بس للمغرب لو في مصر وهكذا بالنسبة البطولات الاندية هتبقى الفكرة كلها ان احنا هي البطولة كلها الرمز بتاعتها اللي بيرموز لها والفرقة دي كلها بتتموت بعض طول الموسي عشان ياخد الكاس فدايما الهوية بتاعتها هتبقى مبنية على الكاس ان هو شكل اللوجو بالالوان هتبقى الكاس طبعا في الخطة كل بطولات الكافية انا مش عايز اقول في بطولة او بطولة لا بس هي فعلا كله بطولات الكافية احنا بدأنا اللي بدأت دي كانت بدأت في اومو افريكا كوتيفوار دي كانت الانطلاقة ممتاز واحنا مشوين بقى ايه بالتدريج جيس سوبر في الطريق في قريب ان شاء الله كاس الكرة الشرطائية هي يمكن البطولة اللي اهتمام بها مش كبير بس مصر منظماها كمان من يوم تسعة عطاشة اليوم ستة عشرين هنا في مصر برضي تتلع بشكل جديد بعد كده بقى ايه وكل بطولة ببطولة هيتم التغيير تلعسك لك كاس جديد لكو جديد هاوية جديدة وهلق وهاكزا مش عايف السؤال لا ينفع اقوله ولا بس بطبع الحالي انت راجل بتشتغل مع الكاف صح خلاص مفهومة دي بس احنا زقنا عليك شوية قلنا لك عايزين نزبط كقوسنا ودورياتنا يعني دي حاجة كده تفسطني بدأ مش رفتعرض مع شغلي بساعدهم في حاجة بلدي طبعا محدش يداي مني في حاجة لأ أبداً بلدنا طبعا حاجة يتكلم معك قبل كده حتى لو بشكل ودي يقال لك افكارك ايه نعمل لا لا خالص محدش يتكلم معك ان شاء الله هيك اكيد يعني المفروض يعني ان هما يتكلموا ناخد من شوية من خبراتك يعني من حبك الحاجة بتاعت الصور اللي بقيت اللعبة بتتصورها قبل المباريات وبأشكال معينة الجزء داي باختصاتك أفكارك انت مش من اختصاتي دا أكتر طبع اللي هو التيميل ديشتر أو السوشال ميديا بس احنا بنستغل يعني باستخدم الصور دي يعني زي من دول البريفي اللي بتكتب حتى نوصل نستخدم الصور دي في عدة استخدامات نستخدمها في التلفزيون في التشكيل اللي بتاع أعلن ومين جاب جول وكل التفاصيل دي نستخدمها في الملعب في الملعب في الماتش دي زينات بقى اللي بتاعيون بشكل صور اللعيبة لما الفرق بتكسب لما اللعب بيجيب جون كل الحاجات دي هل لو عندك المعلومة هل الكاف كانوا أو الناس بتاع الديجتال أو السوشال ميديا كانوا بتفعين مع اللعبين اللي احتفال اللي هما يحتفلوا في الصور ده وتيحتفلوا في أرض الملعب عشان في الناس يقالوا كده خالص ممكن يكون حصل تفاهم بس خالص ممكن ما فيش الكلام ده هو كل اللي بيطلب طبعاً في الجلسات التصورية دي بنطلب من اللعيبة فيه صورة رسمية اللي هال لو بيوقف بطريقة معلقة بالجام بروفايل بالزبط وفيه صور احتفال بيبعز من اللعب صورة احتفال لان احنا نستخدمها زي ما قلتلك فاكتر مستخدمات يعني انت لو تراجع معطش التلفزيون فيه لعيجي يبججون لما نطلع بصورته بنطلع صورته بطريقة احتفالية صح مش يطلع صورة اللي هال رسمية او نوقف جد او حاطي ايده ورى ظهره فنحاول دايما ان احنا نطلع صورته بشكل احتفال عشان ده احتفال بيكون هل انت بتطلب من الكاف حاجات معينة يطلبوها من الاندية عشان شغلك بيحصل طبعاً اه يعني ده من بيحصل طبعاً زي ايه مثلاً ابسط المثال مثلاً للجوهات احنا دايما يعني وفي اندية كتير بتغير لجوهاتها كتير على سبيل المثال حتى انا عارف ان الاهلي كان نادي بعد كده بقى شركة كورة فغيروا اللوجو الحاجات دايماً انا بقى عايز برضو حافظ قدي نادي حق فانا دلوقتي لو هستخدم اللوجو فعايز يستخدم له ده حق وطبعاً ان هو يستخدمه اخر اللوجو لو هو غير فيه حاجة معينة لو بعد الاندية عندهم يعني عنده اقتراح معين او عنده سبب معين او كونسور المعين عايز ان احنا واحنا بنعمل الجرافيكس بنعملها لا ده طبعاً بيننصك ما بينهم مياه طبعاً انا بقى اخوتي متفرج على فيديو بره مصري يعني كان بيقولوا ليه البرندات العالمية كتير من البرندات العالمية الكبيرة بدأت تغير اللوجوز بتاعتها وتخليها بشكل اوضح ومفهوش لعب كتير وتبقى اقتراحة دي اشرح لي بقى عشانا برضو ما فهمت بص احنا دلوقتي حالاً حياتنا كلها بتقيمة على الموبايل يعني سيبك بقى من اللابتوب حتى ولا الايباد ولا التابلت ولا كل الكلام ده حياتنا كنا على الموبايل في ظل التكنولوجي اللي احنا فيها دي والخناءة والتنافسية كل برند عاوز يظهر وانت الحجم على الموبايل بقى قد كده شح ففجرة اللوجو المعقد اللي فيه تفاصيل كتير ده خلاص ماتت لاننا دلوقتي في اصغر مساحة اعاوز ابان اعاوز اخلق حالة ما بيني وما بين المستخدم او المستهلك ان انا دلوقتي حالاً هو مجرد ما يشوف هيعرف من ده انا ده بقى ممكن ينظرك تحت لون اللوجو بتاعي شكله عمل ازاي رسمة خط معين ففي الاول فرحة خلاص انا عايز اخلق حالة ان انا ابني لي قعدة جماهرية او اشد المستهلك ده في ظل بقى التنافس ده ايه اسهل حاجة ناحية العين هترتح له صحي كده فحتى مثلا هتلاقي المسرع على سبيل المثال اغلب مواقع التواصل بيروح للون الازرق لان اللون الازرق ده اكتر لون مريح للعين بعدين دخلك بعد كده بقى مش عارف الدارك مود عشان هو عاوز تفضل تستهلك اكتر اللي هيريحك هتبقى موجود هيبقى موجود معاك بالزبط الله يا الدارك مود جايب معاك تمام اللون الازرق هيبقى تمام ابيض شجال كل حاجة هتبقى موجودة معاك لان في الاخر خلص العين بتبقى يعني فيه الوان وتناسب بحاجات معانة العين بتتشدلها بشكل تلقائي فاهم ايه رأيك في لجاهات الاندية عندنا والله فيه اندية لجاهات حلوة كتير وفيه لجاهات كمان تاريخية يعني بس طبعا لا محتاجين محتاجة تطور اه محتاجة تطور بحيث انه فيه اندية كتير تقولك لا انا مغيرش اللوجو بتاعي يعني فيه اندية بتهتم فيه اندية لا يعني برضو بص هي الحتة دي يعني ما نقدرش نقول فيها فيها رأي انه هو لا بس يا عاصد انه انا فاهم ان انت هو في الاول اخذ هيبقى شاني داخلي كل واحد اللي هو عايزه يعمله بس انا مكلمك على حجمة اللي انت كنت لسه بتشرحه دلوقتي فكرة التطور بيخليك تروح باللوجو بتاعك ده اكبر مثال ده كان البداية الثورة في العالم ده وغيره بحاجة بسيطة جدا حتى الناس كانت بتغذر ساعتها هو فين اللوجو بالزبط فاهم وكتير بقى بعد كده اندية عمية الكلام ده فمش عايب ان احنا نغير صح مش الناس بتعامل معها ان هي لا لا خالص بلو اتحاد الكورة عاجبك انا قلتلك بص هو الموضوع ده ازواء بس ببعض الحالات فيه لجوهات بتبقى لوه ايه هو تاريخي شوية يعني زي مثلا ده ابن قلت مثال يوفنتوس اللوجو القديم بتاع يوفنتوس احنا تعودنا او كبرنا على من اللوجو بتاع النادي ده لازم يبقى شكله كده كبير بيمثل شيلد ولا معافش يعني فيه تفاصيل كده كتير عشان يحس ان هو ايه لوكيما طب انا دلوقتي حالا الفيجن او الاستراتي بتاعتي عايزة توديني فين حالا انا عايزة شد الناس واللي عايزة ابدأ بقى حافظ على العراقة دي وان انا لسه لابس البدلة وفارد ظهري كده اه فكل واحد بالكنس بتاعه بالزبط وفي الاول الاخر مفيش حاجة غراب بس فيه تطور واضح لو ادي عايز تطور طور هو الطبيعي ان انا فوضى واكي بالتطور اه بس لو انا عايز بقى ابدأ واقف ان انا بالتفاصيل الكتير واللي هو اخذ العراقة بقى ده تمام ده برضو مدرسة مش غلط بالزبط كده برحتك هو هيبقى مستهلك جديد هو هيبقى جمهورك الجديد صح مع الجنزي والجمهور اللي بيطلع الجديد انت عاوز بقى ايه تتطور فتبني قعدة جمهورك جديدة وتنطلق بقى وتنتشر صحية وليمي انا حقيقي ببسط جدا بالفاقرة معاك من قلبي يعني مش بقول مجاملة لضيف بس انا فعلا ببسط واستفاق والله انا مبسوط والله مبسوط انا معاك وسمعت حيات كمان يعني مثلا بقولك الفيديو اللي كنت مبالح عملا عايز افهم اعطي برضو الراجل عمال اشرح يا سيدي اللجوهات اتغيرت ليه كنت سامح حتة في الموبايل كده في النص بس مافهمتهاش بس نفتش رحطالي مش هكفي الواضح جدا نورت الدون يا غني بجد والله دايما موفق ومشرفنا جدا انا بشكورها شكرا لقاء حلو مع محمد غنيمي مدير التطوير الابداع في الكاف الراجل اللي عمل لنا كاس السوبر الحلو وده كاس السوبة الافريقية اللي خدوا الزمالك في هذه البطولة كاس الحلو ده والزمالك خدوا يا بخت الزمالك ويا بخت الكرة المصرية كلها وجميع المصرية كلهم من هما شافوا الكاس دوت يبقى اهلي او زمالك هما اللي بياخدو